تركيا تعتمد تعيين سفيرة إسرائيلية بعد سنوات من التوتر في حفل رسمي بالقصر الرئاسي تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتمد سفيرة إسرائيل الجديدة إيرتليليان في أنقرة وذلك في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد الطراب دام أربع سنوات لقد كانت مناسبة شيقة وتملأ القلب بالأمل حيث نتوقع جميعا تكثيف عمليات التقارب السياسي بين إسرائيل وتركيا لتشمل العديد من المجالات وبدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رافعة لمستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوك لأنقرة واتفق الجانبان في أغسطس الماضي على تعيين متبادل للسفراء وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيا من نتنياهو في الانتخابات الشهر الماضي اتفق مع أردوغان على العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات تقوم على أساس احترام المصالح المشتركة وتوترت العلاقات بين البلدين الذين كان حليفين إقليميين مقربين لأكثر من عقد في أعقاب هجوم إسرائيلي عام 2010 على سفينة مساعدات متجهات إلى غزة مما أسفر عن مقتن مواطنين أتراك واستانف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 لكن بعد ذلك بعامين استدعت أنقرة سفيرها من إسرائيل وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة وطردت المبعوث الإسرائيلي في قطاع غزة